اشتركوا في القناة وبركاته درسنا يا شباب لهذا اليوم في مجال الفقه أنواع العقوبات في الإسلام الفصل الدراسي الثاني صفحة شباب 108 أنواع العقوبات في الإسلام درس مهم وبحاجة إلى نوع من التركيز هو درس بسيط وسهل لكن يحتاج إلى تركيز بسيط شباب نتعرف على أنواع العقوبات التي حددها الإسلام والتي ذكرها الإسلام طيب نبدأ لماذا شرع الله العقوبات الإسلام شرع عقوبات لماذا يا شباب لتنزجر وترتدع ذوي النفوس الشريرة عن الاعتداء على الآخرين إذن حتى يرتدع ويزدجر أصحاب النفوس الشريرة عن إيذاء الآخرين شرع الله العقوبات فتجعل كل فرد في الأمة يعيش آمنا ويزاوي النشاطه بكل سعادة وهنا إذن ترتدع عن نفوس الشريرة وبالنفس الوقت أيضا النفوس الأخرى تعيش آمنة ومطمئنة ولهذا شرع الله العقوبات طيب عدد أنواع العقوبات يا شباب ما هي أنواع العقوبات العقوبات في الشريرة الإسلامية نوعان تركز معي يا شباب العقوبات في الشريرة الإسلامية نوعان النوع الأول تسمى عقوبات محددة النوع الثاني تسمى عقوبات تفويضية سنتعرف عليها طيب ما هي العقوبات المحددة القصاص والحدود هذه واضحة محددة مبينة في الكتاب والسنة أما بالنسبة للعقوبات التفويضية فهي تسمى التعزير وراح نتعرف على القصاص والحدود والتعزير إذن قلنا أنواع العقوبات نوعا عقوبات محددة وعقوبات تفويضية العقوبات المحددة تنقسم إلى قسمين قصاص وحدود العقوبات التفويضية هي ما تسمى بالتعزير نتعرف عليما يا شباب أول شيء العقوبات المحددة العقوبات المحددة الله سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله عقوبة محددة في حق السارق الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة عقوبة محددة في حق السارق الزاني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها عقوبة محددة في قال حق من يقتل مؤمنا متعمدا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة عقوبة محددة في حق من يقذف المحصنات الغافلات المؤمنات طيب إذن العقوبات المحددة يا شباب هي ما بين الشارع مقدارها فقد بين الشارع مقدار عقوبة السارق والزاني والقاتل والذي يقذف المحصنات إذن هذه العقوبات المحددة طيب ما هي العقوبات التفويضية يا شباب هي التي لم يحدد الشارع مقدارها وإنما ترك أمرها للحاكم حسب ظروف الجريمة الحاكم أو القاضي هو من يدرس الجريمة وملابساتها وكيفيتها ثم بعد ذلك هو من يقترح أو هو من يحدد نوع العقوبة التي يعاقب بها هذا المجرب لأن العقوبة لم يحدد الشارع الله سبحانه وتعالى لم يحدد عقوبة معينة فيها فهنا الأمر متروك للقاضي واضح شباب إذن الفرق بين العقوبات المحددة والتفويضية هذه مقدرة محددة من الشارع وهذه القاضي هو من يحددها طيب نبدأ أولا بالقصاص من العقوبات المحددة أولا القصاص يا شباب طيب ما هو تعريف القصاص القصاص هو معاقبة الجان الذي يتعدى على غيره بالقتل أو بقطع عضو من أعضائه أو بجرحه بمثل ما فعل إذن نعاقبه بمثل ما فعل فمن قتل يقتل إن كان القتل عمدا ومن قطع عضو يقطع عضو ومن جرح يجرح فإن قتل قتل وإن جرح جرح وإن قطع قطع عضو من أعضاء غيره منه العضو الذي يماثله إذن فإذا قطع عضو من أعضاء غيره قطع منه العضو الذي يماثله إذن هذا هو يا شباب القصاص طيب ما أنواع القصاص القصاص في الإسلام يا شباب نوعا النوع الأول يسمى القصاص في النفس والنوع الثاني يسمى القصاص فيما دون النفس إذن قصاص في النفس وقصاص فيما دون نفس قصاص في النفس بالقاتل فيما دون النفس العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص إذن يا شباب هذه واضحة بينا من خلال حتى الصور والآية القرآنية طيب أولا القصاص في النفس نبدأ يا شباب متى يكون القصاص في النفس له ثلاثة أنواع النوع الأول القتل العمد من قتل عمدا والثاني القتل شبه العمد الثالث القتل الخطأ طيب ما هو القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ يا شباب طيب أما القتل العمد فهو أن يقتل المكلف إنسانا معصوم الدم بآلة قاتلة يعني يطعنه بسكين أو يطلق عليها الرصاص أو غير ذلك يعني أخذ السكين وذبح هذا أو أخذ المسدس وأطلق عليها الرصاص هذا قتل العمد واضح بين طيب لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق والحديث صحة الألباني كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقتل العمد يعتبر يا شباب من أكبر الذنوب بل من أكبر الجرائم ومن كبائر الذنوب بعد الشرك بالله أعظم ذنب بعد الشرك بالله هو قتل النفس طيب يا شباب ما هي عقوبته أن يقتل جزاء لما فعل من قتل يقتل والقاتل ملعون وعليه غضب الله وله عذاب عظيم في الآخرة إلا إذا تاب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذا جزاؤه طيب شباب ما هو القتل شبه العمد القتل شبه العمد يا شباب كما هو مبين في الصور هنا واحد يعني مكز واحد فليس قصده قتله وإنما قصده إذاؤه فصار أن مات الثاني أنه رماه بحجر وليس قصده القتل وإنما قصده إذاؤه فحدث من الرمي هذه الموت إذن أن يقصد المكلف قتل إنسان مع صنوة الدم بما لا يقتل عادة كأن يضرب الرجل غيره ضربة خفيفة أو بحجر صغيرة فيموت إذن هذا يسمى قتل شبه العمد طيب ما هي عقوبته يا شباب الدية المغلظة يدفع دية مغلظة ولا يقتل بها ويأثم القاتل لأنه قتل نفسا حرم الله قتلها الدية يا شباب مئة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها لقوله عليه الصلاة والسلام ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصى مئة من الإبل منها أربعون في بطون أولادها فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الدية كما في الحديث الذي أخرجه أبو دارود بن ماجه طيب يا شباب ما هو القتل الخطأ القتل الخطأ يا شباب أن يفعل المكلف ما يباح له فعله كأن يرمي صيدا أو يقصد غرضا فيصيب إنسانا معصومة دم فقتله شوفوا الشباب اللي في الصورة هذا قاعد يتغرض قاعد يصيد ممكن حيوان أو شيء فهو يصيد ممكن على مرور إنسان أو بدون أن يشعر يعني جاءت الرصاصة مثلا في إنسان فقتله هنا لم يكن قاسدا قتله ولا حتى تهديده ولا شيء ولا إذاه وإنما كان قاسدا شيئا آخر فوقع القتل هنا بالخطأ قتل يسمى قتل الخطأ طيب ما هي عقوبة القتل الخطأ الدية المخففة والكفارة والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم ييد فصيام شهرين متتابعين وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما إذن يا شباب هذه الآية فصل التفصيل كامل للقتل الخطأ إذن قوبة القتل الخطأ دية المخففة زائد الكفارة والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد عتق رقبة فعلي أن يصوم شهرين متتابعين إذن ثانيا القصاص في مدن النفس قلنا يا شباب أن القصاص نوعان النوع الأول القصاص في النفس النوع الثاني القصاص فيما دون النفس طيب عرفنا كيف يكون القصاص في النفس فكيف يكون القصاص فيما دون النفس المقصود بالقصاص فيما دون النفس يا شباب يقصد به معاقبة من تعد على غيره من تعد على غيره يعاقب بالقطع عضوا من أعضائه أو جرحه جرحا لكنه لم يقتله فهذا فيها قصاص فيما دون النفس طيب ما هي عقوبة القصاص فيما دون النفس يا شباب أن يقتص منه بأن يقطع منه عظم مثل الذي قطعه من غيره أو يجرح مثلما جرح غيره فمن فقى عين غيره فقعت عينه ومن جدع أنف غيره جدعت أنفه ومن قطع أذن غيره قطعت أذنه وهكذا في سائر الأعضاء إذن هذا ما يسمى بالقصاص فيما دون النفس فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك فأولئك هم الظالمون إذن يا شباب هذا هو حكم الله وهذه هي القصاص فيما دون نفس والأشياء التي حدد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة طيب أنواع القصاص فيما دون النفس القصاص فيما دون النفس يا شباب نوعان النوع الأول قصاص في الأطراف النوع الأول قصاص في الأطراف هذا يسمى قصاص فيما دون النفس يعني دون قتل النفس فالقصاص في الأطراف القصاص الثاني يكون في الجروح إذن نوعان النوع الأول قصاص في الأطراف والنوع الثاني قصاص في الجروح طيب ما هي شروط وجوب القصاص هناك شروط اشترطها الشارع لوجوب القصاص الشرط الأول يا شباب أن يكون القاتل عاقلا بالغا مختارا فلا قصاص على المجنون ولا على الصبي الصغير ولا على المكره لأن هؤلاء لا يصدر منهم القتل العام إذن القصاص واحد أن يكون القاتل عاقل ومجنون بالغ يعني مصبي صغير مختار ممكرة الثاني يا شباب من شروط وجوب القصاص أن يكون المقتول ممن لا يحل دمه فإن كان ممن يحل دمه كالمرتد والزاني والمحصن وغيرها فلا قصاص على القاتل المرتد يقتل الزاني المحصن يقتل فإذا قتل أحد الناس من رجلا مرتدا أو رجل زاني محصن فلا يقتل به فإذن لأنه من الشروط أن يكون المقتول ممن لا يحل دمه ولا يحل دم مريء مسلم إلا بإحداث ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ثالثا يا شباب من شروط وجوب القصاص أن لا يكون القاتل أصلا للمقتول لأنه لا يقاد الوالد بالولد لا قصاص على الوالد إن قتل ابنه إذن الأب إذا قتل ابنه فلا يقاصص به لأنه من الشروط كما ذكرنا أن لا يكون القاتل أصلا للمقتول رابعا من شروط وجوب القصاص أن يكون المقتول مساوية للقاتل في الدين والحرية فلا يقتل مسلم بكافر ولا قصاص على حر إن قتل عبد إذن فلا بد أن يكون المقتول مساويا للقاتل في الدين والحرية خامسا يا شباب من شروط وجوب القصاص أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل به غالبا أداة القتل التي قتل بها القاتل أن تكون مما يقتل أو مما يقتل الإغراق في الماء والخنق والحبس والإلقاء من شاهق والإحراق بالنار والقتل والسم ولا يقتل القاتل إلا بعد أن يأخذ رأي القتيل فيه فإن طلبوا قتله قتل أي رأي المل قتل نفسه إنما أهله إذن فإن طلبوا قتله قتل وكان القتل كفارة له وإن عفوا عنه عفيا عن خلص إذا عفى أولياء الدم عفيا وأخذت منه الدية المغلظة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون طيب ثانيا الحدود يا شباب الحدود إذن أخرنا أول شيء القصاص ثم الحدود الآن راح نتعرف عليها على السريع ما هو تعريف الحد الحد يا شباب هو عقوبة مقدرة تجيب حقا لله تعالى إذن عقوبة مقدرة تجيب حقا لله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار طيب دلل على مشروعية الحد في الكتاب والسنة نبي أدلة تدل على مشروعية الحد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين إذن هذا دليل بين واضح أن الزاني يجلد مئة جلدة هذا إذا كان غير متزوج فهذا الحد واضح الجريمة الزناء الحد مئة جلدة الآية الثانية والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما الجريمة السرقة الحد فيها أن تقطع يد السارق إذن هذه ما تسمى بالأدلة من القرآن الكريم أما الأدلة من السنة النبوية فعن عائشة والمؤمنين رضي الله عنها قالت أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من يتوسط فقالوا ومن يجدر عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب ثم قال فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإيموا الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها والحديث رواه البخاري فالحديث فيه بيان حد سرقا قطعوا اليد طيب ما حكم فعل الحد اتفق العلماء على أن الحدود تقام على فائل الحد في ملأ من الناس أمام الناس كما هو واضح في الصورة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي يحضر هذه الجريمة أو ليحضر تنفيذ العقوبة طائفة من المؤمنين حتى يكون رادعا وزاجرا للجميع قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي وليحضر حال تنفيذ العقوبة طائفة من الناس أو من المؤمنين طيب ما الجرائم التي تجب فيها الحدود وما مقدار كل حد فيها يلا يا شباب نتعرف على الجرائم التي تجي فيها الحدود ونتعرف على مقدار كل حد في كل جريمة السرقة هذه الجريمة الأولى أخذ مال الغير من موضع حفظه خفية يعني واحد حافظ ماله في مكان معين ومخفي عن الناس وهذا جاء وأخذه من مكانه مقدار الحد وجوب قطع يد السارق من مفصل الكف كما هو موضح عندك في الصورة يا شباب الأولى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم طيب الثاني الزنا وهو وطء الرجل المرأة من غير نكاح صحيح أي من غير عقد شرعي فمقدار الحد فيه يختلف حد الزنا باختلاف الزنا فإن كان الزاني غير متزوج فعقوبته مئة جلدة وتغريب عام يغرب عن البلد مئة سنة أما بالنسبة إذا كان متزوج فعقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت وهذه عقوبة حددتها الشريعة الإسلامية طيب القذف يا شباب هذه الجريمة الثالثة وهو اتهام المحصن العاقل البالغ بالزنا أن شخص يتهم واحد بريء بالزنا أو نفي نسبه من أبيه ولم تقم على إثباته مقبولة شرعا ليس هناك أدلة مقبولة شرعا على ما قال فمقدار العقوبة فيه أو الحد ثمانين جلدة من نفى غيره من أبيه يعني قال له أنت مثلا ليست ولد أبيك أنت ولد زنا فهذا يجلد ثمانين جلدة وعدم قبول شهادته إلا بعد توبته بالإضافة إلى العقوبة الأخروية إن لم يتم إذن القذف أو القاذف يجلد ثمانين جلدة وهذا بنص القرآن الكريم طيب أما بالنسبة للخمر والمسكر من كل شراب أيا كان نوعه كل مسكر خمر وحكم شاربها يحرم شرب الخبر قليلا كان أو كثيرا طيب ما هو مقدار الحاد إن كان الشارب حرا يجلد ثمانين جلدة على ظهره وإن كان الشارب عبدا فيجلد أربعين جلدة هذا هو حد شارب الخبر ثمانين جلدة للحر وأربعين جلدة للعبد طيب أما بالنسبة للجريمة الخامسة الحرابة ويقروج طائفة مسلحة في أرض الإسلام لترويع الآمنين وسفك الدماء وهدك الأعراض والحرث والنسل وهذا ما يسمى بقطاع الطرق طيب ما هو مقدار العقوبة لقاطع الطريق أو لما يسمى بالحرابة إن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يسلم هذا واحد قتل ولم يأخذ لكنه لم يأخذ مال القاتل فهنا نقتله ولا نسلمه طيب إذا قتل وأخذ المال يقتل ويسلم إذا أخذ المال ولم يقتل يعني أخذ المال باقي المال فقط تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف ومن أخاف الناس فقط ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض أما إذا تاب المحارب قبل أن يقع في يد السلطة وأقلع عن فعل الحرابة فإنه يسقط عنه الحد الحرابة إلا أن يطالب بحقوق الآخرين إن ارتكب جناية على نفس أو مال إذا هذه هو حد الحرابة يا شباب طيب التعزير وصلنا إلى العقوبة التفيضية وهي ما يسمى بالتعزير ما هو تعريف التعزير عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم على جناية أو معصية لم يعين الشارع لها عقوبة أي الشارع الله سبحانه وتعالى ما حدد لها عقوبة معينة فالقاضي هو من يفرض العقوبة التأديبية على هذه الجناية طيب ما حكم التعزير واجب في كل معصية لم يضع الشارع لها حد ولا كفارة كل معصية ما وضع لها الشارع حد ولا كفارة فوجب على القاضي أن يحكم له بحكم تعزير طيب ما هي المعاصي التي شريع فيها التعزير يا الله شباب ما هي المعاصي التي شريع فيها التعزير المعاصي شهادة الزور شاهد الزور يعزر إذا ثبت أنه شهد الزورا يعزر بعقوبة يحددها القاضي السب والشتم من سب أو شتم غيره ورفع أمره إلى القاضي يجب على القاضي أن يؤدبه على سبه وشتمه بعقوبة تسمى تعزيرية يحددها القاضي الغش في الأسواق كذلك الذي يغش الناس في السوق يعزر يعاقب بعقوبة تعزيرية يحددها القاضي السرقة دون بلوغ النصاب أي أنه ما وصل إلى حد معين في ربع دينار فما فوق ذهب فأقل منها يعني هنا القاضي هو من يحدد نوع العقوبة التي يعاقب بهذا السارق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال إلى بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوك الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور قالوا فلزال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قلنا ليته سكت وهذا من شناعة الزور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء يعني ما يشتم ومن سبه وشتمه وقع في معصية ووقع في جريمة يجب على القاضي أن يحكم عليه بحكم معين تعزير ما عقوبة التعزير إن كان ضاربا لا يتجاوز عشر ضربات بالصوت إذا حكم القاضي عليه بضرب فلا يتجاوز عشر ضربات بالصوت ويجتهد السلطان ويضع لكل حال ما يناسبها لكل عقوبة يضع لها ما يناسبها من العقوبة طيب مقارنة بين الحد والقصاص والتعزير ننظر يا سباب هذه مقارنة مهمة العقوبة أولا وجه المقارنة من حيث العقوبة والتوريث والعفو والإثبات أما راح نتقارن بين العقوبة الثلاثة الحد والقصاص والتعزير طيب العقوبة عقوبة الحد عقوبة مقدرة مثل حد السرقة عقوبة القصاص عقوبة يكون استفاؤها مماثلا للجناية إذا رغب المجني عليه في استفائها أما بالتعزير بالنسبة لعقوبة أن يجتهد السلطان على حسب الحالة العقوبة والتعزير يجتهد السلطان طيب التوريث صاحب الحد لا تورث الحدود فإذا توفي الجاني سقط الحد يعني واحد قتل ومات خلاص سقط فما نقول نقصص بواحد من أولاده أو من إخوانه لا خلاص فإذا توفي الجاني سقط طيب القصاص يورث وخاص صدية فإنها ينتقل إلى الورثة من أهله طيب بالنسبة للتعزير لا يورث يعني لا نعزر بأخي أو بابنه أو بغيره طيب العفو هل يجوز العفو الحدود لا يجوز العفو الحدود إذا بلغت الإمام إذا وصلت القضاء طيب هل يجوز العفو في القصاص نعم يصح العفو في القصاص حتى ولو بلغ الإمام طيب أما بالنسبة للتعزير أيضا يصح العفو فيه الإثبات البينة والاعتراف يعني لا بد أن يكون الحد لا يثبت إلا بالبينة له الشهود أو اعتراف الجاني نفسه القصاص أيضا لا بد من بينة شهود أو يعترف الجاني نفسه أما بالنسبة للتعزير أقوال المجني عليه ثم الشهادة هناك من يشهد على فعله طيب ما أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة التعزير على الجاني أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة التعزير على الجاني يا شباب يا واحد المقاطعة يقاطع الجاني هذه من باب التعزير له كما فعل مع الذين تخلفوا عن غزوة تبوك طيب النفي ينفيه عن البلد هذه عقوبة تعزيرية أيضا الحبس يحبس كما نقول في السجن يحبس باب التعزير له الغرامة يدفع غرامة مالية أو غيرها من باب التعزير له التوبيخ يعني نوبخ نعاتبه على فعلته وإذن كل حسب نوع الجريمة التي ارتكبها إذن فهذه هي أساليب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إقامة التعزير على الجاني المقاطعة والنف والحبس والغرامة والتوبيخ طيب المقاطعة كما حدث للصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزو التبوك قال الله سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم النفي وهو نقل المجرم من مكان إلى آخر فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى رجلا إلى البقية أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمخنة قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال صلى الله عليه وسلم ما بال هذا فقالوا يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى البقية فقالوا يا رسول الله نقتله فقال صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين رواه أبو داود وهذا تشبه بالنساء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفيه طيب الحبس حبس النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يوما وليلا في تهمة ارتكابها فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلاعا يعني الحبس كان بمثابة تعزير له أما بالنسبة للغرامة قال النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة من أعطاها متجرا قال ابن العلاء متجرا بها فله أجرها ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء فيغرم أيضا طيب التوبيخ وتوجيه اللوم وبخ النبي صلى الله عليه وسلم باع الطعام الذي أصابه المطر عن أبي الحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجربات رجل عنده طعام في عاء فأدخل يده فيه فقال لعلك غششت من غشنا فليس منا النبي صلى الله عليه وسلم وبخ باع الطعام بأنه غشاش طيب الحقائق والمفاهيم التي نستفيدها من درسنا لهذا اليوم العقوبات في الشرية الإسلامية نوعان وهما عقوبات محددة وعقوبات تفيضية العقوبات المحددة لها قسمان هم القصاص والحدود من شروط وجوب القصاص أن يكون القاتل عاقلا بالغا مختارا الجرائم التي تجب فيها الحدود هي السرقة والزنا والقذف والخمر والحرابة المعاصر التي شرع فيها التعزيل الكثير منها شهتة الزور والسب والشتم والغش استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسالي متعددة في التعزيل منها المقاطعة والنافي والحبس والغرامة والتوبيخ إذن القيمة يا شباب أننا نعتز بأننا نملك وأحسن وأفضل وأجمل دين إسلامي أقام لكل الذي حق وأعطى كل الذي حق حقه المظاهر السلوكية يا شباب أننا نحتكم بشرع الله فهو الواقع والحافظ لنا جميعا أن نتجنب المعاصي كالسب والشتم وشهادة الزور أعطيكم العافية شباب يباركي فيكم يسعد لأيامكم نسأل الله أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يجعل هذه العلوم حجة لنا لا علينا وفقكم الله شباب يعطيكم العافية أستودعكم الله الذي لا تضيء ودايا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر